اليوم الكيانات السياسية أولاً مجتمع في الإطار التنسيقي ومعلنة في بيانات متسلسلة وتصلكم بشكل رسمي وتبين مواقفها وهذا إجراء إعلامي وكإجراء سياسي اليوم لدينا إجراءات مع المفوضية ملتزمين بها تماماً بحيث وصلنا يوم أمس إلى رفع شكوى إلى جهاز الإدعاء العام وعطينا منها نسخة لرئيس الجمهورية ونسخة لرئيس مجلس القضاء فيها عشرين مادة ندين بها المفوضية ونطالب بمحاكمتها ونكتب تفاصيل هناك مخالفات قانونية ذكرناها بالتفصيل الدقيق وطالبنا بمحاسبة أي شخص يخالف القوانين يجب محاسبته وفق قانون العقوبة نادخلنا بشق ثاني وانت سألتني شنو الخطوات الأخرى بالتصعيد نعم هذه الخطوات الأخرى نحن إلى الآن وسنبقى مستمرين بحدود القانون لن نخرج عن القانون سواء ككيانات سياسية ملتزمة بإداء دورها وسواء الجماهير التي لنا معها كلمة فإنها لن تخرج عن أي إطار تغريدة الشيخ الخزعلي بإعادة العدوى الفرزي اليدوي بأنه لا يؤتمن من زور أو تلاعب بالألكتروني بالتالي هنا لعد شون راح تصير العدوى الفرزي لأن الذي يحدث الآن في عمليات إعادة العدوى الفرزي اليدوي غير مطابقة للمواصفات أنت اليوم المفوضية هي الخصم وهي الحكم الناس مشتكي على المفوضية وبالتالي إجراءات موجودة أشرطة وموجودة أنا أمطيك قضية واحدة بسيطة حتى لا يكون الحديث عام فقط المفوضية مطالبة وفق القانون بأن تزود الكيانات المشتركة والمرشحين بصور الاقتراع وفق المادة 38 سابعاً صور اقتراع لكل المشتركين في المحطات وفي الدوار الانتخابية الذي حدث أننا الأولى المفوضية تأخرت كثيراً في إعطاء هذا الصور وبعد فترة من الضغط والإلحاح تمكننا من تسلم هارد وإجينا للهارد إيش لقينا بي؟ لقينا بي أكثر من 25% مفقودات أوراق الاقتراع غير موجودة في الهاردات التي وزعتها المفوضية طيب أنت من تطيني 25% مفقودات تصور التصويت الخاص كل ما موجود في الهارد وهذا ليس مع الفتح فقط مع كل الكيانات السياسية التي تشعر بالمظلومية والمناسبة اليوم الحديث عن التظاهرات يتحدثون عن الفتح والذي استمع لحديث السيد رئيس دورة القانون سيد نور المالكي كان دقيقاً وواضحاً قال نحن ظلمنا وسرقت أصواتنا واستحقاقنا أكثر من هذا بأكثر من 20 مقعد سرقت مننا هذا كلام القوى السياسية الأخرى الاتلاف الوطنية التحالف عزم الاتحاد الوطني الكردستاني مرشحين كثر مستقلين اعترضوا ظلموا ظلموا سرقت أصواتهم بالتالي مسألة التظاهر مسارات قانونية التظاهر عقدستوري ونلتزم به وكذلك تقديم الطعون وملاحقة هذه الطعون بالطعون والدليل أنا أمطيك دليل آخر اليوم المفوضية قررت أن تقدم طعون أخرى في ثالث مخالفة للقانون لأن القانون لا يتيح إلا المشكلة التي وقعت فيها المفوضية أنه هذا التلاعب بنتائج الانتخابات لا يمكن أن تكون الجريمة كاملة فظهر ارتباك واضح في عمل المفوضية من الساعة الرابعة بيوم الاقتراع وإلى الآن والمفوضية غير قادرة عن أن تزوج السيد ليس الجزائري وقناة دجلة بنتائج واضحة للانتخابات تمام عندي أقل الدقيقة أيضا أنطير الشيخ رعد إذا عندك أي ملاحظة على عمل المفوضية ونتائجها لأنه انتهى وقت البرنامج تفضل الكلمة لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر